عشان تقدر تشغل على أخطائك عشان تقدر تجاهز لعيبتك اللي مش جاهزة وده تحدي قدام مارس الكولر شايفين مواجهة سانداونز أو مواجهتي سانداونز في خلال فترة زمانية اللي تتجاوز الأسبوع بعد عرض سينبا إزاي؟ يعني يمكن يحمد زي ما انت قلت جدوى البطولة مضغوط جدا يعني الفيفا والكاف عايزين يخلصوا البطولة في فترة زمانية معينة طبعا أكيد البطولة في نسختها الأولى هتشهد أخطاء هتشهد ارتباكات زي ما بيحصل وحصل في مباراة الوداد بالأمس وتم تأجيل اللقاء نظرا لتضارب مواعيد الطيران كل دي حاجات الكاف هيشتغل عليها بعد كده حتى اللي هم تكلموا قالوا تصريحات أن البطولة في نسختها القادمة هتشهد تغيرات كتير عن النسخة الحالية ولكن خلنا نتعامل مع الواقع الواقع بيقول أن انت زي ما انت قلت بتلعب مباراة تقريبا كل ثلاثة أيام ما فيش فترات راحة ما تقدرش تعمل الريكافري حتى دراستك للمنافس وتحديد نقاط القوى ضعفها تبقى في أدية الحدود يعني أنت بتواجه سانداونز في جنوب أفريقيا يوم الحد بترجع يوم الاثنين بتتمرن ثلاث وتلعب سانداونز مرة تانية بتلاقي نفسك أن انت بتلعب سانداونز يوم الأربع في مباريات حاسمة وبطولة زي ما بقولك النادي الأهلي ما تعودش يدخل بطولة لمجرد المشاركة الشرفية أو لمجرد أن هو يبقى اسمه موجود في بطولة النادي الأهلي اسمه دايما في لائحة البطل والتحدي الأكبر والأهم بالنسبة للنادي الأهلي في أي بطولة هو التتويج باللقب فالنادي الأهلي وأنا أعتقد مارس الكولر استفاد جيدا من مباراتي سينبا يمكن المردود ما كانش بالشكل اللي الناس مستنيا من النادي الأهلي وعلى فكرة هو ده من تعود الناس على شكل معين مارس الكولر كان أحد العوامل اللي أثرت جدا في عقلية جمهور النادي الأهلي لأنه كان عامل معادلة صعبة تكلمنا عنها في أكتر من حلقة وهي معادلة الأداء الجيد مع النتيجة ولكن المعدلة دي مش هتستمر طويلا اه معاك هنا في حتة دي لو الأهلي نجح لو الأهلي نجح حط الافتراض ده وفكر فيه لو الأهلي نجح في الشوت الأول في ترجمة ربع مش هقولك نص ربع عدد الفرص اللي أتيحت لي ما كانش سيناريو الشوت التاني ظهر بالشكل ده وما كانش مش عايزة أقول الغضب الزعل حالة الزعل من الفريق ومن مصر كولر بقت بالشكل ده بالعكس الناس كلها كانت هتوشيت بكولر بعد المباراة بالظبط أنا بقولك لازم الجمهور آه هو مرس الكولر اللي عودنا على كده وده شيء إيجابي يحسب له ولكن لازم احنا كمان في تعاملنا مع الراجل ما نحطش عليه لود أو أوفر لود زيادة لازم نعرف أن فيه نتائق أو مباريات هتبقى النتيجة فقط هي التارجة الأساسي من المباراة وإنت حققت الهدف المطلوب وهو الصعود آه وجهة فترة عشر ده أو حداشر ده كنت خارج البطولة بعد ما تلقى مرمك هدف هنا في القاهرة ولكن يحسب للعيبة أن هي رجعت بسرعة في المباراة وحققت الهدف أعتقد أن دي مباراة الدروس المستفادة والتحدي الأكبر عند مرس الكولر إذا كان فيه أخطاء من وجهة نظر المتابعين أعتقد أن مرس الكولر هيوقف عليها كويس جدا ومش هتتكرر في مباراة سانداونز أنا واثق من كده طيب شفت ليك تعالية على مطش مبارح ولا أدخل معك في سانداونز وبيترو على طول ندخل لسانداونز يلا تعال نشوف سانداونز في مواجهة بيترو أتلاتكو لعب مباراة أولى خارج أرضه ونجح في أنه يحقق نتيجة كبيرة سعادته جدا في التأهل مبكرا نتيجة الفوز كانت 2-0 على بيترو أتلاتكو وكانت مباراة العودة في بريتوريا وانتهت بالتعادل السلبي رغم أنه يعني أعتقد 80 ديئة وأكتر سانداونز بيلعب مطلود منه مديا واحد مديا واحد 89 ديئة بالضبط كده